على أنقاض هذه المنازل التي بات سقوطها وشيكا تعيش الكثير من الأسر التي أجبرتها الحرب على النزوح إلى محافظة الجوف نزحوا للنجاة بأنفسهم وأولادهم من خطر الحرب ليجدوا أنفسهم في خطر أشد عليهم من الحرب في هذه المنازل المتهالكة نحن ناجحين هنا في هذه البيوت المخربة وعلى ما نظروها البيوت كفية المخربة يسكن هذا المنزل المهتري الذي لا يستطيع أحد العيش فيه أكثر من ثلاث أسر لا توجد لديهم أبسط مقومات الحياة إضافة إلى ترد الأوضاع المعيشية وعجزهم عن إيجاد مصادر دخل لهم للتخفيف من معاناتهم نحن ساكنين في هذا المنزل وأخشى أن يتحدم فوق أطفالنا نحن نجحنا من الحرب والآن نحن ساكنين في هذا المنزل أكثر من ثلاث أسر والقرف يعني كل واحد قرفه ووجهها لنا كثير ومع استمرار الحرب وتعنت الميليشيات الإنقلابية في إيجاد حل يضمن حقوق المواطنين تزداد معاناة هؤلاء النازحين الذين أصبحوا أكثر حاجة إلى القوت الضروري ما تزال الكثير من الأسر النازحة في محافظة الجوف بحاجة ماسة إلى التفاتة الجهات المعنية بعد أن أكبرتهم الحرب إلى العيش في هذه المنازل الآيلة للسقوط مجد عياش من شباب محافظة الجوف